من جديد أهلا بكم حكمت المحكمة الفلسطينية العليا في رامالله بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وإلغائها في قطاع غزة وفيما انتقدت حركة حماس هذا القرار ووصفته بالمسيس دعت لجنة الانتخابات الرئيس الفلسطيني لتأجيل انتخابات البلديات ستة أشهر لتفادي زيادة الانقسام الفلسطينية قررت المحكمة العليا الفلسطينية 2-3 اكتوبر واجهار الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة وقالت مصادر فلسطينية إن محكمة العدل العليا قررت استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وتعليق إجرائها في قطاع غزة لحين إصدار قرية من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة لعدم قانونية المحاكم في القطاع وعقدت محكمة العدل العليا صباح الاثنين جلسة للنظر في دعوة لإجراء الانتخابات المحلية وبعد مداولات علقت الجلسة لمدة ساعتين قبل أن تعود للاستماع وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الانتخابات بالضفة وتعليقها بغزة من جانبها رفضت حركة حماس في قطاع غزة قرار المحكمة واعتبرته باطلا وأكد المتحدث بإسم الحركة سامي أبو زهري أن قارى محكمة العدل العليا بشأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة إن هذا القرار يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسات السياسية والقضائية في الضفة الغربية تجاه غزة وأشار إلى أن حركة حماس ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار وأكد أبو زهري رفض حماس لما وصفه بالتفارد والعبث الانتخابي مؤكدا أنه ستكون الحركة قاراتها التي تحول دون استمار ذلك وكان المقرر أن تجري الانتخابات في الضفة الغربية والقطاع غزة في الثامن من الشهر الحالي موسيقى